من جهته قال نائب رئيس البرلمان بشير حداد إن الكرد لن يصوتوا على التشكيلة الحكومية التي يعتزم المكلف محمد علاوي تقديمها للبرلمان مشيرا إلى أن علاوي يريد أن يكلف بنفسه الوزراء الذين هم من حصة الكرد ونحن نرى بأن يتم ذلك عبر المؤسسات الرسمية في أقليم كردستان وأضافا لن نوافق على عقد جلسة برلمانية لمنح الثقة لحكومة علاوي ونرى أن عدم تصويت السنة والكرد وجزء من الشيعة سيؤدي إلى عدم نجاح تلك الحكومة في أداء مهامها ولن تحظى بدعم وتأييد دولي وأقليمي فيما توقع مراقبون تفكك التحالفات التي رشحت علاوي قبل تشكيل حكومته وتقديمها للبرلمان ترجمة نانسي قنقر